أي سوق لما عندوش يعني إمكانيات مراقبة مباشرة ما تعرفش كولي رافد فيه مليار ولي رافد فيه مليون ولي رافد فيه خمسمائة تلف يعني سوق مشبوه ولا إيدات اللي ما نقوله إجرامياً مبالغة في الفوترة أغلبها يروح للسكوار لتموين عصابات الاستيراد من قول يعني حد بين وصوب الرقمانات اللي الدولة راي عكفت عليها وفيما شفافية تعاملات الاقتصادية اللي راح تفرض بقوة القانون من ثم الناس تعود ما تقدر تروح للتعاملات المشبوهة ولكن ما تكونش مفرض عليها لأنه واحد يحتاج العمرة السعبة في غياب شفافية سلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم متابعين الأعزاء في فيديو جديد إن شاء الله في قناتكم قناة جلال فيديو في هذا الفيديو إن شاء الله يعني راح نجيب لكم آخر الأخبار استيراد السيارات رغم أنه صح بتعدنا شوية القناة لعدة أيام أو أسبوع أو أكثر بسبب يعني وعكا صحية والآن يعني إن شاء الله نعمد ونرجع برب إن شاء الله من نشاط تاني اليومي إن شاء الله في القناة عندنا عدة أخبار يعني في استيراد آآ وأيضا آآ جاتني هدية يعني من اليوتيوب وهي عبارة عن الدرع ألف الضيء كما تشوفوا به خاتب رب إن شاء الله كنا نحاول أن نفتحه مع بعضنا هذا الدرع يعني عنده آآ معنى معنوي جدا عند اليوتيوبير آآ هو صح ما عندهش معنى آآ مادي ولكن المعنى تعهو معنوي إنك وصلت مئة ألف مشترك يعني آآ مئة ألف وحد يتبعوك في القناة يعني نشكركم كامل وفرحان به بالزاب خلاص أنه جاء يعني ما تقولش وحداش ريام من لجاة لسانسيال برب إن شاء الله وكننا نفتحه مع بعضنا ونحكي وعلى وشكاين إن شاء الله جديد في استيراد السيارات كما قلنا كاين عدة أمور جديدة في استيراد السيارات من بينها تصريح وزير صناعة اليوم وكذا وكلا ألمانيين باستيراد السيارات نبدأ إن شاء الله بالوكلاء اللي قاعد نشوف فيهم هذه اليامات يعني ينشطوا في الفيسبوك يعني مجموعة من الوكلاء قاعدين ينشطوا كما قلنا من بينهم علامة ولا وكيل شيري بفرعيها علامة شيري نفسها بعد وأيضا علامة جيتور حتى هي مختصة في السيارات السياحية هذه العلامتين كما قلنا راح يمثلوا هما يعني نفس الشركة ويجيبوا في زوز السيارات السياحية وكما لابدكم كل وكيل عنده الحق في تمثيل علامتين أيضا كاين علامة ماهندرا الهندية ماهندرا الهندية يعني بفرعيها بشقين شق يعني تاع السيارات السياحية وكذا سيارات نفعية وكذا أيضا علامة أخرى وهي كاري أيضا علامة جديدة لم أسمع بها من قبل مختصة في السيارات النفعية وهي مثل سيارات شيري ديافام وكذا سيارات النفعية الصغيرة قلت لكم هذه العلامات يعني قاعدين ينشطوا هذه اليامات وقاعدين يسبونسوريزي وقاعدين يعملوا إشهار للعلامات هذا ويعني تحدثنا معاهم وقالوا لنا باللي إن شاء الله الاستيراد عن قريب هما اللي قاعدين يحكيوا يعني هذا الأمر تا استيراد السيارات الموعد يعني واحد اللي ينجمي يكذب عليكم لأنه أمر يعني على باله فيه إلا الله عز وجل يعني ممكن حتى وزير الصناعة في التصريح انتاع اليوم قال لهم على باليش فلاطات إكزاكت وكتي يكونوا سيارات قالهم أنا من عندي رح نمد لهم الرخص النهائية ومن بعدها كل وكيل هو وقفازته يعني كل وكيل وهو واشتارته والعلامة اللي رح يجيبها إن كانت علامة أسيوية أو علامة أوروبية أو أمريكية آآ فيما يخص الألامات الأخرى يعني كانت عدة تسريبات وعدة خبراء الليetedين يقولوا بالله وكانا عالمات اللي يكتب رضي حدا الساعة آآ 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 ف AGAIN بهذه بعض Red Todeskin هي صح صح؟ صح؟ ولا لا 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 قلنا على هذه الآلاماتacross شافناهم انم جاودين يشتوا بزاف وممكن أن لاحظتوها حتى أنتمينه يشتوا بزاف vision في الفيسبوك ليامت هذه العلامات الأربعة التي كنا نحكي فيهم أما العلامات الأخرى التي تحدثوا عليهم الخبراء الجزائريين تحدثوا على وجود فورد أيضا نيسان وممكن جدا هيونداي وشيري كما قلنا فهي بدأت في النشاط فعليا عبر مواقع التواصل الاجتماعي أيضا كما قلنا تصريح وزير الصناعة اليوم كان له حوار في جريدة رسمية حيث أكد أنه غير مخول بتقديم موعد رسمي لاستيراد سيارات كما يأتي بكم خوتي هو ما هو شو اللي راح يسترد يعني الوكالات هم اللي راح يقوموا بعملية الاستيراد كل وكيل كما قلنا وسرعا تدعو هذا هو تقريبا مضمون ما تحدث به وزير الصناعة اليوم كما قلنا خوتي استيراد سيارات ذركاره مرهون بالوقت يعني اللي يحب يستنى يستنى اللي يحب يشري كما يحب تاج يعني احنا ما نرغمو حتى واحد على انه يتبعنا ولا ما يتبعناش لسانسيال كما قلت لكم خوتي هذا هو جديد استيراد السيارات وتنجموا تروحوا للفيسبوك وتأكدوا من كلامتها حول بعض العلامات اللي بدأت في الترويج لسياراتها يعني مجموعة من السيارات يعني خاصة سيارات الربعي تدفع وكذا عدة امورات وهي كما قلنا سيارات صينية وهندية وفي انتظار باقي العلامات المعلنة عنها ان شاء الله وسوف تظهر ان شاء الله في قادم الايام لان كل وكيل لازم عليه يقوم بامنية الترويج لبيع منتجاته او لبيع سياراته التي سوف يأتي بها ان شاء الله نتمنى انه يكون هذا الفيديو خفيف ضريف نعود ونشكركم بخوتي على مئة الف مشترك وعلى هذا الدرع كما قلنا هذا الدرع صح ما عندوش معنى مادي ولكن عندو معنى معنى كبير 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 بزاف خلاص نشكركم وإلى اللقاء في فيديو جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر